بذرات الموت هي التركة الإجرامية التي خلفتها مليشياء الحوثي بمديرية عسيلان محافظة شبوة قبل فرارها من المديرية مطلع يناير الفايت هذه المليشياء تعمل الزرع آلاف الألغام والعبوات الناسفة في محيط القرى والمناطق الآهلة بالسكان كمنطقة الصفحة وحيد بن عقيل ولخيضر ودار علب المنصر ومحيط شميس والصفراء والساق والهجر وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم باسم السلطة المحلية في مدير عسيلان نتقدم بالشكر للبرنامج الوطني لنزع الألغام ومسام على ما تقوم به من نزع هذه الكميات التي زرعتها المليشيات الإنقلابية في هذا المديرية والتي زرعت بكميات كبيرة جدا جدا في هذه المديرية حتى أن أبناء المديرية صعب عليهم التنقل من مكان إلى آخر ولكن بجهود مشروع مسام والفرق الهندسية فتم فتح بعض الطرقات التي سواء كانت المدارس أو الطرقات العامة ونتمنى من هذا المشروع أن يستمر في هذا العمل لكون المديرية مزروعة بكمية كبيرة لم يتوقعها أحد من هذه المليشيات التي قامت بزرعها في هذه المديرية فنحن أنتهت الحرب ولكن الحرب الحقيقية فهي لا زالت في باطن الأرض فندعو جميع المنظمات أو البرنامج الوطني بالمزيد من الفرق الهندسية في هذه المديرية ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ورغم مرور شهر على تحليل مديرية عسيلان من سيطرة المليشية المدعومة من إيران إلا أن المخاوف تعتري سكان من التحرك في مناطق مختلفة حيث لم يتمكن المزارعون من العودة لممارسة إنشطتهم الزراعية خشية من التعرض لخطر الألغام الحوثية هذه المزرعة المهجورة أحدى مزارعنا وأكثر منها مزارع حوالي 100 مزرعة مهجورات من الألغام والنخل حرقوه والمزارع محرقة ولا قدرنا الذي فيها عيشتنا ومصدر عيشة عوائلنا منها والآن نحن لا قدرنا لجيها من الألغام نرجو من الجاهات المسؤولة نتنظر في هذه الشبكات الألغام والمنظمات التي تدعم الناس الفلع حين ومثلنا ومثل أسرنا شكرا بلعجيز غنام نطالب من التحالف ومن المحافظ بتدخل الشريع لنقاذنا من الألغام لذلك ما قدرنا ننزل البلاد حقنا من كثرة الألغام والأبوات لذلك قد خذت أرواح من أخوتنا ومن بعض المواطنين ونطالب التدخل لمنظمات وتكثيف جميع الفرق لنزع الألغام في الوقت الذي تشيد السلطة المحلية بجهود البرنامج الوطني لنزع الألغام ومشروع مسام في نزع بذرات الموت فقد طالبت بضرورة تزويد وتكثيف فرق نزع الألغام العاملة بالمديرية ويران الشطون أهمية إقامة حملات تعوية في أوساط المواطنين لتعريفهم بطرق التعامل مع الألغام والأجسام الغريبة التي تفننت في تفقيقها الماليشيا وزرعتها بأشكال مموها وخادعة كمية الألغام الحوثية المزروعة في مناطق حسيلان باتت مصدر خطر يتربص بخطوات المدنيين ويخطف أرواحهم وثرواتهم الحيوانية بل تعد واحدة من الشواهد التي تعكس مشروع الموت والدمار الذي تتبنى هذه الجماعة لليمن واليمنيين زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر